أهلاً أعزائي المشاهدين دكتور فريد وصلنا سؤال عن طريق السكايب من سرين هو سؤالين سؤال الأول لماذا قبل المسيح أن يجربه الشيطان ليه قبل السؤال الثاني لماذا قبل الشيطان أن يجرب المسيح جميل السؤال الأول لماذا قبل المسيح أن يجربه الشيطان الشيطان ببساطة شديدة كان لابد من أول مصاره على الأرض أو خدمته العلنية عند سن الثلاثين أن يتبرهن من هذا؟ من هذا الشخص؟ فقبل المسيح أن يجربه الشيطان حتى يظهر علنية لمدة ثلاث سنين أن هذا الشخص شخص فريد متفرد بلا خطية في داخله وبلا ميل للخطية وبالتالي عندما يذهب إلى الصليب يكون إنجاز أقول هو القادر الإيبل أنه يقدم الفداء لكن أولا ما كانش عايز التجارب ما كان بكلمة واحدة طب ما في آخر تلت تجارب قال له إذهب عني يا شيطان ما يقدرش يقفوا الدعم والسؤال الثاني لماذا قبل الشيطان أن يجرب المسيح؟ لأن الشيطان محدود الإدراك فلا يدرك أبعاد كل الأمور البعض بيظن أن الإبليس إدراكه زي الله حاش إبليس مش فهم كل حاجة فهو طبعا دي جات له فرص وكأنه عايز يجرب ده اللي سامع عنه من البداية أنه ده ولد لكم مخلص طب ما نجربه كمان يعني عاوز أقول في خدمة المسيح ما في مقارن يعني كتير مرات نحن نقول الشيطان بالمقابل المسيح بالمقابل الشيطان طبعا ما فيش يعني ما فيش لأنه أصلا لما كان بيمشي المسيح على الأرض كانت الشياطين تصرخ تصرخ وفي مرة طلبت منه إذن قالت له إذن لنا إذن لنا ومرة تاني لما تكلم أو أخرج الشياطين من المريض كرة الجدريين نعم ومرة تاني الأخرس لدرجة أنه اليهود بهته قالوا لا 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 ده برئيس الشياطين ده ببعلى زبول يخرج الشياطين فيعني كان واضح حضور المسيح ما فيش مقارنة كانت الشياطين تخرج كانت تصرخ ترجمة نانسي قنقر